بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم الآن في الوحدة السابعة من مادة مبادئ الاقتصاد الكلي الوحدة بعنوان التضخم في البداية بنتكلم عن تعريف التضخم وطريقة حسابه أول حاجة بنقول تعريف التضخم التضخم ما هو؟ التضخم هو الارتفاع المستمر والملموس والمتواصل في المستوى العام للأسعار من خلال هذا التعريف بنقول أنه عندنا شرطين لوجود ظهرة التضخم الشرط الأول أن يكون الارتفاع في كافة السلع والخدمات وليس بعضها فقط الشرط الثاني أن يكون الارتفاع ملموسا وواضحا يعني لا يقل مثلا عن 5% في الغالب ويستمر لفترة زمنية طويلة طريقة حساب معدلة تضخم بنحسب معدلة تضخم في أبسط صورة عن طريق المعادلة البسيطة التالية معدلة تضخم بنقول الأسعار في سنة ما نقص الأسعار في سنة سابقة لها على الأسعار اللي في السنة السابقة يبقى المستوى العام في الأسعار في سنة ما هنأعتبرها إن اسمها سنة المقارنة نقص الأسعار في سنة سابقة لها نعتبرها إن اسمها سنة الأساس على الأسعار في السنة السابقة اللي هي سنة الأساس الكلام ده كله في ضرب المي ناخد مثال إذا كانت مثلا تكلفة بعض السلع في عام 2010 تساوي 450 دولار ولكنها كانت 400 دولار عام 2009 فبيقولك يحسب الرقم القياسي لتكلفة السلع اللي هو معدلة تضخم لعام 2010 بنقول الإجابة المعدلة تضخم بيساوي 450 اللي هي الأسعار في سنة عام 2010 نقص الأسعار سنة 2009 اللي هي 400 تقسيم أسعار سنة 2009 لـ 400 درب المية كل الكلام ده بالقال حسبة نحصل على إن معدلة تضخم يساوي 12.5% بنقول يمكن حساب معدلة تضخم عن طريق ما يسمى بالأرقام القياسية للأسعار وعندنا رقمين أساسيين في الموضوع دوت اللي هم الرقم القياسي البسيط والرقم القياسي المرجح ناخد مثال عشان نعرف الفرق فيما بينهما بالمثال الأول بنقول نفترض وجود مجتمع بسيط بيعمل سلاسة أصناف من السلع بحيث كانت أسعار تلك السلع في 2009 و2010 كما في الجدول التالي شايفين هنا أسعار 2009 و2010 للمنتجات المتاحة لدينا أو السلع بتاعتنا اللي هي الغزاء والملابس والخدمات المطلوب المطلوب يحسب الرقم القياسي التجميعي البسيط للأسعار موضحا ما يسمى بمعدل التضخم طيب الإجابة الرقم القياسي البسيط ما هو إلا تجميع للأسعار في سنة المقارنة على تجميع للأسعار في سنة الأساس ضرب بالمية يعني أنا كل اللي هعمله دلوقتي أجمع أسعار سنة المقارنة اللي هي عام 2010 اللي هي الـ 2.1 من 10 و2.5 و8 من 10 على أو تقسيم الأسعار في سنة الأساس اللي هي سنة 2009 اللي هي 4 من 10 و2.5 و1 ونص والكلام ده كله هضرابه في 100 هحصل على ما يسامى بالرقم القياسي البسيط اللي هو أطلع لي في النهاية بـ 138 وإيه ونص لو طرحت دولة الـ 138 ونص ناقص المية هحصل على معدل التضخم بتاعي أو بيساوي 38 ونص في المية ده الكلام ده بالنسبة للمين للرقم البسيط الرقم القياسي البسيط أنا عايز دلوقتي أحسب الرقم القياسي المرجح طبعا إيه الفرق بين البسيط والمراجح البسيط بيعتبر كل السلع زي بعضها البعض بيعتبر الغذاء زي الملابس زي الأجهزة زي أي شيء بتعامل معهم على قضب وسقسة زي ما يقولون ولكن دلوقتي الرقم القياسي المرجح لا بيعتبر أن الحكاية مش كده خالص وبيعطي وزنا لكل السلع حسب أهميتها بالنسبة للميزانية أو لدخل الأسرة وبالتالي في المثال السابق ممكن أن يعطي للمواد الغذائية وزن مثلا نقول 45% من ميزانية الأسرة والملابس مثلا نقول 30% والخدمات مثلا نقول 25% المهم أن مجموعة الأوزان تعطي في النهاية 100% يعني ما نقول شيء 45% ونقول أرقام أخرى ونيجي نجمع الأرقام الأخرى نلاقيها ما بتسويش 100% المهم أن مجموعة الأوزان بتاعة الأهمية تعطيك في النهاية 100% طب نشوف مثال بقولنا أفترض وجود مجتمع معين بسيط ينتج عندنا الغذاء والملابس والخدمات ودي أسعار 2009 ودي 2010 ودي أوزان الأهمية زي ما احنا شايفين كده المطلوب أن تكمل العمود بتاع ترجيح عام 2009 دوت وتكمل العمود الخاص بترجيح عام 2010 وإيه المطلوب ثاني يبقى المطلوب الأولاني أكمل الجدول المطلوب الثاني أوجد الرقم الكياسي المرجح للأسعار وبعدين مقدار التدخل طبعا عشان تجيب اللي هو العمود دوت اللي هو ترجيح عام 2009 كل الحكاية اللي انت هتعملها هتضرب أسعار 2009 في وزن الأهمية أهو زي ما انتا شايف كده نشوف الزي ما احنا نشوف الخطوة اللي جاي دي بصوا معايا كده في الجدول دلوقتي جبت ازاي الثاني 18 بتاع ترجيح عام 2009 جبت ازاي الثاني 18 والله ضربت الاربع من عشرة ضرب 45 تديني 18 طب الستين جبتها ازاي؟ جبنا الستين دي ازاي؟ دربنا الاتنين finish ضرب الثلاثين by 60 طب السبعة وثلاثين ونص جبناها ازاي؟ ضربنا الواحد ونص أسعار عام 2009 فيه 25 بنفس المنطق جبنا ترجيح عام 2010 الستة وثلاثين دي حسبناها ازاي؟ حسبناها ياسيدي دربنا الثمانية من عشرة في وزن الأهمية 45 طب والخمسة والسبعين دي حسبناها ازاي؟ حسبناها ان احنا ضربنا الاتنين ونص فيه 30 طيب والاتنين ونص دي حسبت ازاي؟ ضربنا الـ 2.1 من 10 2.1 من 10 في الـ 25 طيب يبقى ترجيح عام 2009 الإجمال بتاعه كام 15.5 وترجيح عام 2010 الإجمال بتاعه كام 163.5 يبقى ازاي معدل التدخم احسب ازاي معدل التدخم احسب معدل التدخم بينان اقسم اقوم بقسمة 163.5 اللي هي ترجيح عام 2010 على 115.5 اللي هي ترجيح عام 2009 هحصل من خلال ذلك على معدل التدخم زي ما بحكي دلوقتي بالزبط اهو 163.5 على 115.5 الكلام ده كله ضرب المية بحصل على ما يسمى بالرقم القياسي المراجح للأسعار اللي هو 161 141 141.16 معدل التدخم بيساوي ايه؟ بيساوي هذا الرقم اللي هو رقم القياسي المراجح للأسعار ناقص المية يعني بيساوي 41.16% يعني معدل التدخم في المجتمع في هذه الحالة أو في هذا المثال 41 في المي موسيقى 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 موسيقى